أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن الثاني من ديسمبر يجسد تاريخا عظيما في مسيرة وطننا الغالي والاحتفال به مناسبة وطنية غالية على قلوبنا فيه نستذكر الأحلام والطموحات التي تحولت إلى واقع حي وحقيقة مشهودة جسدتها خمسة عقود من قوة الإرادة والعزيمة الواثقة والإخلاص في العمل تجاوزت بها دولتنا العتية مختلف أنواع التحديات التي كانت تحدق بالمنطقة لتتوحد القلوب على هذه الأرض وتبدأ عهدا جديدا من التطور والبناء واستنهاض الهمم جاء ذلك في كلمة وجهها سموه عبر مجلة درع الوطن بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين